بيان إعلامي مهم جدا البيان حول الاجتماع رقم 6 لمجلس أمناء الحوار الوطني السبت 10 سبتمبر 2022 مجلس أمناء الحوار الوطني يختار بالتوافق خد بالك بالتوافق والتوافق في مجلس الأمناء وهرجعك تاني للبيان الأول اللي صدر أول مرة من المجلس التوافق بالاجماع مفيش أغلبية على 44 مرشح للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية مجلس أمناء الحوار الوطني عقد حواره عقد أسف اجتماعه السادس النهاردة يوم السبت 10 سبتمبر من سنة 2022 بطبيعة الحال في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وده استكمالا لمناقشة واستعراض أسماء مقررين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان والنظر في المحاور الرئيسية التلاتة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ده بيجرى في إطار الجلسات التحضرية اللي بدأت منذ أطلق السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية لهذا الحوار الهدف هو الوصول لمخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري علينا كلنا يعني وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي لخمس لجان تم الاتفاق على إضافة لجنتين واحد لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي علوة كده طيب ده بالإضافة للجان التلاتة اللي سبق إقرارها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة كمان استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي طبعا ده بالإضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة إلى لجنة المحور الاقتصادي توافق المجلس خلال جلسة النهاردة على اختيار الأستاذ الدكتور حسان بدراوي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر عشرين ثلاثين وخلال الاجتماع استكمل أستاذ ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة واللي وردت للأمانة الفنية للحوار الوطني وصل العدد لكم مرشح 550 مرشح أسماء مقررين ومقارنين مساعدين للثلاث محاور الرئيسية تاني عدهم لك السياسي والاقتصادي والمجتمعي بتفريعاتهم بقى طيب ده من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات ودي حاجة مهمة جدا التخصص 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 الكفاءة 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 والترشيحات والانتماءات السياسية انتهى المجلس للتوافق على ايه؟ على 12 مرشح للمحور السياسي ولجانه بحيث يكون دكتور علي الدين هلال مقررا عاما ودكتور مصطفى كامل السيد مقررا عاما مساعدا لهذا المحور السياسي بمجتملاته بقى او بتفريعاته وتم التوافق على مرشحي اللجانة الفرعية للمحور بحيث تضم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي كل من الدكتور محمد عبدالغني مقرر والاستاذ الدكتور محمد شوقي عبدالعال مقرر مساعد كمان تضم لجنة المحليات كل من استاذ الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر والاستاذ النائب علاء عصام مقرر مساعد ضمت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة كل من استاذ الدكتورة نيفين مسعد للعمل مقرر والاستاذ أحمد راغب مقرر مساعد بتضم لجنة الأحزاب السياسية كل من استاذ إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب مقررا والاستاذ خالد داود مقرر مساعد بتضم لجنة النقابات والمجتمع الأهلي كل من الاستاذ الدكتور أحمد البردعي مقررا ممكن نقطة هنا يعني أنا من قلبي أصلي أحب دكتور بردعي الدكتور أحمد البرعي تاني الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق ووزير تنمون اجتماعي أسبق الرجل ده يعني أستاذي فأنا فرحان فرحة خاصة وشخصية بوجوده طيب هاكمل والاستاذ مجدي البدوي مقررا مساعدا كمان استقر المجلس على 18 مرشح للمحور الاقتصادي ولجانه بحيث يكون كل من الدكتور أحمد محمود جلال مقرر عام لهذا المحور ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد طيب تم التوافق على مرشح اللجان الفرعية لهذا المحور بحيث لجنة التضخم وغلاء الأسعار تضم دكتور محمد السيد سليمان مقرر ودكتور شريف آسم مقرر مساعد طيب في لجنة اسمها لجنة أو لجنة فرعية اسمها الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي طيب تضم مين دكتور طلعت خليل مقرر ودكتور هبا واصل مقرر مساعد عندنا لجنة فرعية أخرى اسمها أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة مين المقرر؟ دكتور أيمن محسب ست النائب أيمن محسب مقررا والنائب محمود سامي مقررا مساعدا بتضم لجنة الاستثمار الخاص محلي وأجنبي دكتور سمير صبري محمد أمين مقررا وباسم لطفي مقررا مساعدا لجنة الصناعة بتضم كل من دكتور بهاء ديمتري مقرر والأستاذ أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد بتضم لجنة الزراعة والأمن الغذائي كل من الأستاذ هشام صلاح الحصري مقرر والأستاذ عبيلغاني هندي مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بتضم كل من الدكتور النائب عبدالهادي القصبي مقررا ودكتور ثورية عبدالجواد مقرر مساعد لجنة السياحة بتضم النائبة الدكتورة نورة علي عبدالسميع مقررا ودكتور أماني الترجمان مقررا مساعدا تعالي ناخد بعضنا ونروح على المحور المجتمعي توافق المجلس على إيه؟ 14 مرشح بحيث أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب الرياضة الأسبق مقررا عاما ودكتور هنية الشلقامي مقرر عام مساعد تعالى نروح على مرشح اللجان الفرعية لنفس ذات المحور لجنة الفرعية مثلية لجنة التعليم والبحث العلمي ففيها الأستاذ الدكتور جمال شيحة مقررا والأستاذ الدكتور محمود أبو النصر مقرر مساعد لجنة الصحة تضم كل من الأستاذ الدكتورة رندا مصطفى مقرر ودكتور محمد حسن خليل مقرر مساعد لجنة القضية السكانية دكتور نيفين عبيد مقرر ودكتور أحمد عشور مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تضم كل من أستاذ الدكتورة نسرين البغدادي مقرر ودكتور ريهام الشبراوي مقرر مساعد بتضم لجنة الثقافة والهوية الوطنية كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد مقرر ودكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد وضمت لجنة الشباب كل من الدكتور أحمد فاتحي مقررا والأستاذ زاكي القاضي مقرر مساعد